أنت كمان وقعت في هذا الفخ اللي هو فخ إدمان السوشيال ميديا أو الإنترنت وكذلك الأولاد فخلينا نقول إيه الخطوات اللي حنعملها بحيث إن إحنا اللي نتحكم فيها مش هي اللي تتحكم فينا أول حاجة ندرك إن فيه مشكلة أدرك إن أنا دخلت في طي إن السوشيال ميديا بيتها المتحكمة فيها طب نتكلم عن الفومو The Feater of Missing Out ما إبتالي هو ده السبب؟ والله بصي هو أحد الأسباب أحد الأسباب يعني نقدر نقول إن هو أحد الأسباب بس أنا عشان اللي بيسمعنا دلوقتي إزاي يعرف إن أنا داخل في إطار الإدمان لما السوشيال ميديا تعوق حياتك اليومية يعني أو تعوق مهامك الأساسية أنا في الشغل أنا مش عارف أشوف شغلي لأن أنا مالهي بالسوشيال ميديا أنا مش عارف أقعد مع مراتي أو ربي أولادي عشان أنا على السوشيال ميديا هي ما بقتش تطبخ وتروأ البيت وتعمل إنها مشغولة على السوشيال ميديا ما بقتش تردع ابنها أو تحتمي بيها أو تغير له عشان السوشيال ميديا اللي هيها بشكل كبير هنا يبقى في مشكلة لازم نقف طيب الحاجة اللي بعد كده إيه يبقى عندنا قناعة إن إحنا نقدر نتغير إن أنا أقدر غير الموضوع ده وعندي قناعة تانية إن الموضوع هياخد وقت وعلى اللونج تير الموضوع مش هيجي ببساطة طيب اللي بعد كده إيه أوجد بديل ليا عن السوشيال ميديا ونظم يعني أعمل إيه هعمل حاجاتي الأساسية الأول وخلي يتخلى لها سوشيال ميديا وده اللي بقيت أعمله دلوقتي يعني وأنا في الشغل أنا مش هفتح السوشيال ميديا دلوقتي لو هفتحها هفتح الصبح هكتب بوست وقفل بالليل أخد ساعة كده أعود أبص على السوشيال ميديا قلن انتهى هل بتجي لي أوقات وبفضل قاعد على السوشيال ميديا على طول لو تصدقيني مع الوقت لما هتبدأ يتقلي ليها مش هتقدر يترجع لها بنفس الشراحة مش هتزهقي بسرعة يعني أنا مثلا في موظف عندي تحت قدرتي بيجي لي كل يوم متأخر قال لي أنا متعود على الموظفين كلما هيا بصراحة قال لي أنا كل يوم بقعد أفر من الساعة واحدة بالليل على التيك توك على الساعة ستة عبل ما فوق على الساعة ستة يعني الموضوع بيبدأ أخذه فهو هيجي الشغل الساعة تمانية هنا لا هنا انت عندك مشكلة قلط له خلاص خلي التيك توك ينفعك لما تقعد في البيت أنا مش هقدر راجل معك على الغلط طيب بالنسبة للولاد لازم أوجد لهم بديل يعني هقولك عملت إيه مع ولادي مش هاب الكلام عن تجربة قبل أي حاجة بدأت أشوف ولادي بيحبوا إيه فلقيت وعد فيهم بيحب الطبخ يحب يتفرج على الفيديوهات الطبخ فبدأت أشركه معايا وأنا بعمل الأكل أه تعال هنا أعمل أكل مع بعض فبدأ يقعد ساعة مثلا ما استخدمش السوشيال ميديا بعدها أعمل إيه بقى أقول له يا اسمه سليم أقول له سليم خد الإنترنت وقعد شوي إيه ده هو أنت اللي بتقولي المفروض أن أنت اللي تمنعني فبدأ لما يخدها يروح لجالة يقولي بابا شوف الأكلة دي معمولة إزاي شوف ده هو بيحب الحيوانات جدا بدأت أخلق كلام معاه عن الحيوانات مع الوقت بدأ يحب الننع وتتكلم معاه ربيته حيوانات في البيت أو لا؟ وحيوانات في البيت يعني حاجة لايف كده مؤخراً بقت موجودة عندك هو الأول ما كانتش موجودة بس لمست حاجة هو بيحبها بدأت أعزز أن هم يلعبوا مع بعض وبدأت أشيل التليفون بعد أول صدام حصل في موضوع اللعبة لما بدأت أتكلم معاه لأخوك ممكن يموت أنت ممكن تخبط أخوك بحاجة بدأت أخوفهم للموضوع ده فمش عايز أقول أن الموضوع كان سهل لا هو الموضوع كان صعب بس مع الوقت ومع الصبر وحطة المنع دي قاتلها لأن منع يعني هيعند هيبدأ يكرهك هيبدأ عايز يقلد وما أقولهش أنت بتقلد فلان أو أنت بتقلدي صحبتك أنت بتقلد لا أنا أوجد البديل في علم النفس في قانون اسمه الإزاحة إيه الإزاحة؟ لما تكون أستاذة معها عندها فكرة وأنا عايزة أتغير الفكرة بتاعتها أعمل إيه؟ أجيب الفكرة التانية وحطها جنب الفكرة دي وما أقولهاش حاجة عليها وأعد كل شوية أزود مساحة الفكرة دي هيحصل إزاحة مع الوقت هتبقى المسج اللي أنا عايزة وصل لنا هي اللي هتبقى موجودة وللأسف ده اللي بيستخدم دلوقتي في السوشال ميديا من دول كتير وأجهزة كتير بتوجه ولدنا وتوجه لهم اللعب وبتوجه لهم يعني هقول لحضرتك على حاجة اللي هو أنا هخليك تعمل اللي أنا عايزه بمزاجك بالزبط يعني مثلا هقول لحضرتك على حاجة تجربة شخصية لما أعمل فيديو مثلا عن السقة بالنفس وبطريقة لطيفة أقل ريتش لازم يجيبه يا إما أدفع فلوس عشان يوصل للناس كتير لكن بالريتش العادي ما يوصلش ليه؟ لأسباب كتير أسباب تقنية أصلا فيه الناس مش مهتمة أصلا بالموضوع ده وفيه إن الموقع مش عايزه يظهر أيوة طبعا عشان كده هو مش وصل للناس بزبط الموقع الدليل ليه بقى لما ألاقي الفيديو مثلا شافه عشر تلاف واخد مثلا أكتر من أربعة تلاف لايك وكومنتات ناس كتير أنت فينا أنا ما بشوفش ده ومتفاعلين جدا معا طب إزاي الترافيك ده بالمشاهدات دي دي بتدي بتدي وميد لحاجات كتير لأن انت كده بتهدد البوليسي بتاعت الموقع لما يبقى عندك ثقة في نفسك ما فيه بضع كتير قوي هو مش عرف يبقى هالك وعشان ما نبقاش بننتكلم بحاجة بس أكبر من حجمها وأجندات أماكن تانية هموهم وانحن نرفض العدين سلبين